أعلنت وزيرة التنمية المحلية من العود أن حجم الاستثمارات المحلية التي تمدخها منذ عام 2019 وحتى الآن بلغت 25 مليار جنيه في مشروعات مضومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة على أرض المحافظات المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات وجهات الشركة وخلال كلمتها في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتتكامل مع جهود الحكومة المصرية في دعم الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور في جميع المحافظات الجمهورية ومن جنبها أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار أن تنظيم ورشة في إدارة المخلفات تضمن استعراض الجديد في مجال المكافحة وإدارة المخلفات كأحد المخرجات البحثية لمشروع تمالي الممول من وزارة البيئة الألمانية النهاردة يوم متميز جدا أن الأكاديمية تحتضن ورشة عمل عن واحد من أهم الموضوعات اللي كلنا يعني في كل أرجاء مصر وفي كل محافظة محافظات مصر مهتمين به موضوع إدارة المخلفات شيء في منتهى الأهمية النهاردة بنشوف مشروع من المشروعات اللي نجحت على مدار السنوات اللي هتدئل خبرة دولية خبرة من شركاء يعني نجاح في أوروبا مع فعلا الناس بتعمل في هذا المجال على أرض مصر عندهم الخبرة وعندهم احتياجات المجتمع المصري والسلوك المواطن المصري بنحاول نعمل المزج ما بين الخبرة الأجنبية الخبرة المصرية توظيف العلم الابداع الابتكار مشروعات الطلبة ومشروعات الخارجين مشروعات بحثية الدعم الابداع والابتكار من أجل فعلا تحقيق فعلا عائد اقتصادي مهم جدا لمصر في المرحلة الحالية اللي احنا فيها ترجمة نانسي قنقر